كما أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا يستعد تأثير الأزمات العالمية على كل من الدول المتقدمة والناشئة وأشرت تحليل إلى أن العالم واجه مجموعة كبيرة من الأزمات منذ عام 2020 بداية من جائحة كورونا إلى أزمة ارتفاع التضخم والديون وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية ما أدى إلى تفاقه من عدام الأمن الغذعي والفقري في العديد من اقتصاديات الأسواق الناشئة والبلدان النامية وأضف المركز أن الأزمات المتلاحقة تقلل السنوات الثلاثة السابقة تسببت في إحداث مصارات متبينة للاقتصاديات المتقدمة والنامية سواء على مستوى نمو الإنتاج أو مستوى نمو السثمارات